اهلا بكم مجددا نفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساح حيث نفت الحكومة اليمنية على لسان وزير الخارجية رياض ياسين علمها او مشاركتها في اي مشاورات يجريها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في العاصمة العمانية مسقط هذه تصريحات جاءت لتناقض ما اكده المبعوث الدولي بشأن عقد محادثات جديدة ولتعيد الى الواجهة تضارب المواقف بين مختلف الاطراف في ظل تزايد الضغوط الدولية باتجاه البحث عن ارضية حل سياسي للازمة فماذا وراء كل هذا الجدل وما خلفية الغموض الذي يلف هذا الملف والحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي اليمني احمد رناح اهلا بك الاسكاينيوز عربية المبعوث الاممي اذا يتحدث عن عقد مفاوضات جديدة الحكومة تنفي علمها او مشاركتها في اي مفاوضات ما حقيقة اجراء المفاوضات في ظل هذا التناقض الحاد في التصريحات حقيقة الله اخي فيصل طبعا كما نفت الحكومة وجود اي تفاوض مع الميليشيات الانقلابية الحوثية فطبيعة المرحلة لا تقتضي اي تفاوض مع هذه الميليشيات الانقلابية طبعا النقطة الاولى التي يجب ان يلتزم بها الانقلابيون هو اعلانهم الصريح والعلني تنفيذهم لقرار مجلس الامن الدولي 2216 وتنفيذ كل ما فيه هنا ربما تكون هناك مرحلة من عملية الاجتماع او المحادثات المباشرة في طريقة تنفيذ هذا القرار وهذا القرار بالنسبة للانقلابين يعتبر استسلاما لهم واذعانا للشرعية اليمنية والمجتمع الاقليمي والمجتمع الدولي وتسليم الاسلحة التي بحوزتهم والانسحاب من المدن كما هو واضح في نقاط هذا القرار هنا لا يوجد ولا يمكن ان يكون هناك اي تفاوض مع عصابة انقلبت على الدولة يجب ان يكون هذا واضحا للجميع ولد الشيخ سيد احمد تحدث على حسابه على فيسبوك ان وفدا من الاحزاب السياسية توجه الى مسقط قادم من مطار صنعاء ان صدق مثل هذا الخبر فهذا الوفد يمثل من في رأيك طبعا ممكن هناك بعض الاحزاب السياسية الغير معروفة قد نقول احزاب كرتونية ربما عدد قياداتها اكثر من عدد قواعدها الجماهيرية فممكن مثل هؤلاء ان يذهبوا مع والد الشيخ وان يذهبوا مع الحوثيين ولذلك المخلوع صالح يقول ان المؤتمر حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاء حلفاء اكثر من 16 حزب لا استطيع ان يكون لك اي حزب من هؤلاء لان لا وجود لهم على الساحة اليمنية وانما مجرد اسماء احزاب كرتونية اسماء وهمية فقط للتفاوض والاعلان والظهور الاعلامي والدولي طيب المبادرة الخليجية سيد احمد التي تم الاعلان عنها في ابريل من عام 2011 تمت عبر عشر اشهر ويعني عبر مفاوضات غير مباشرة بين الاطراف المتنازعة الا يمكن ان يكون هناك مسار لمفاوضات غير مباشرة بين الحكومة وايضا الحوثيين وقوات صالح للوصول في مرحلة ما الى نتيجة حل سياسي يختلف الوضع بالنسبة للمبادرة الخليجية كانت هناك ثورة شبابية سلمية لم تقتل احدا لم تخرب بيتا لم تفجر مسجدا لم تفجر منازل ولا مساجد ولا تقتل الناس كانت هناك عبارة عن تقيير سلمي ديمقراطي حضاري ارادت دول الخليج ووقفت السعودية بمبادرة الخليجية ممثلة لدول الخليج وعانت وساعدت بشكل سلمي وسلس في الخروج من المأزق الذي كان في ذلك الوقت لان صالح قد كان يلوح بتدمير عسكري وبحرب عسكرية لكن الطرف الاخر لم ينجر له اليوم صالح لما تخلى شكليا عن السلطة بدأ يسلم اسلحة الدولة ومعسكرات الحرس الجمهوري الى الميليشي وبدأ التحالف مع الميليشيات الانقلابية التي ترى ان القتل عبارة عن وظيفة يمارسونها وان التدمير وطنية وانه مشروع حياة بالنسبة لهم فبدأ يعطيهم الاسلحة وبدأ يتحالف معهم حتى انقضوا على السلطة وعلى الدولة وعلى النظام وعلى الشاعب وعلى كل مكتسبات ومقدرات الشعب اليمني يعني سيد أحمد عبد الرب منصور هذا ابتداء أكمل تفضل ولا أرى أن المفاوضات تصل إلى حل سياسي ينقذ هؤلاء المجرمون هؤلاء الذين دمروا البلد وقتلوا الشعب اليمني يعني التمسك بالقرار الأممي يعني عبد الرب منصور هادي وهو ما ودت يعني أن أسألك حوله يعني ابتداء من الغد سيكون متواجد في نيويورك لحضور قمة الأمم المتحدة إلى أي درجة يمكن للحكومة والرئيس هادي ترسيخ فكرة التمسك بالقرار الأممي وأيضا الدفع بتفعيله على الأرض أعتقد أن فكرة التمسك بالقرار الأممي أن هذه غير قابلة للنقاش ولا للتراجع نهائيا فهذا قرار قد نقول أن تزع انتزاعا ولا يمكن التنازل عنه بالنسبة لتفعيله على الأرض الآن مجريات الأمور الميدانية والعسكرية على الأرض تشير إلى أن العمل جاري على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يقوم بتنفيذ هذه المهمة مع دول التحالف يقوم بهذه المهمة في تنفيذ القرار الدولي نيابة عن المجتمع الدولي باختصار شديد هل يمكن أن يسبق الحسم الميداني مسألة الحل السياسي باختصار شديد سيد أحمد لن يكون هناك أي حلا سياسيا قبل أن تصل مدرعات ودبابات المقاومة الشعبية والجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف إلى أسوار القصر الرئاسي في صنعه قبل هذا لن يكون هناك أي تفاوض التفاوض سيبدأ من هذه النقطة أشكرك سيد أحمد رناح الكاتب والباحث السياسي اليمني كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك يمكنكم مشاهدين متابعتنا على موقع سكاي نيوز عربية كما يفتح لكم باب للمشاركة برأيكم حول استطلاعات الرأي في مختلف قضايا الساعة ويمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت أو التطبيق الخاص بسكاي نيوز عربية على الايباد وايفون والاندرويد والتصويت بما يعكس رأيكم وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم لمن فاتته حوارات المساء العودة إليها متاحة على موقعنا سكاي نيوز عربية دوت كوم ويب المساء موعدنا يتجدد إذن غدا في الخامسة بتوقيت جرينيتش التاسعة بتوقيت أبو ظبي ألقاكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة